وارجعنا لكم من جديد بعد فترة توقف استمرت حوالي اكتر من 45 يوم بسبب الاجندة الدولية ومنتخبنا الوطني والمشاركة في كأس القوم الافريقي من تاني اكيد راجعين في كتفك اهلي وبالتأكيد عندنا متابعة حية للفترة القادمة فترة مهمة جدا استئناف مشوار دور افريقيا حلقة النهاردة من برنامج في كتفك اهلي عبر منصتي اللاكورة وجل سي هنتكلم في تفاصيل كتير هنتكلم في اخبار مهمة تتعلق بالاهلي قبل استئناف المشوار الافريقي لكن في البداية برحب بالتأكيد بصديق والزاميلي العزيز كريم سعيد مسائل فولة كيم مسائل فولة محمد ومسائل فولة كل متابعي برنامج في كتفك اهلي بنعود من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الاجندة الدولية طيب اكيد كنا نتمنى للمتخب مصري حقق نتيجة افضل من اللي حققها في الكانبس يعني قبل الله وشايا فاعملش مشكلة ان شاء الله اللي جايب افضل ونرجع بقى للمعترك المحلي والافريقي الخاص بالنادي الاهلي واكيد الناس كتير عايزة تعرف الفترة اللي فاتت اكيد اه الديني كانت ماشية ازاي لنا عارف برضو اخبار نادي الاهلي كانت من بعطرة شوية عارف لو ايه في مجموعة لعبة مع منتخب مصر لعب مع تونس لعب مع مالي اه لعب مع جميع افراقيا وفي مجموعة طوالك اتمرن هنا في مصر فالدنيا ما كانتش منتظمة وفجأة بعد التوقف ده بتلاقي لساك مباراة مهمة جدا 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 يوم الجمعة الجاية قدام شاب الوزداد واحد من الفرقة اللي بتنفسك في المجموعة طب تعالى كده نعمل فراش باك ونفكر الناس بالفترة اخر مباراة رسمالي الاهلي كانت يوم تمانية وعشرين اتناشا وبعدها كان فيه توقف دولي وانا فاكر وقتها كانت حتى في مباراة في اول يناير قال لك لا بلاش عشان فيتوريا عايز اللعيب خد اللعيب وراح بالمنتخب ورجع زي ما راح ما عملش اي حاجة فترة دي شفت الاهلي استعد ازاي يمكن عمل صفقات مش هيستفيد بيها في افريقيا وفيه لاعب مصاب مش هيبدأ مع مطش شاب الوزداد ولا مهاجم الفلسطين شايف المرحلة دي ازاي قبل ما نخش على شاب الوزداد طيب احنا عايزين نقول ان اكيد نيل الاهلي ومارسيل كولر خلال الفترة الفترة كان بيحاول ان هو يعد المجموعة غير الدولية المجموعة غير الدولية اللي هيكت معاه هنا في مصر وحاول يشتغل عليها واكيد برضو معه وبيحاول طبعا يدخل للصفقات الجيدة جدا معاك ربما مش يبقى فيه استفادة منها في افريقيا بالشكل الناس منتظرين لان فيه عمر كمان مش مقيد وزنفولي مش مقيد واعتقد برضو هيبقى فيه اصابة وسام فيه المباراة الجايلة المهاجم الفلسطيني التاني اعتقد هو الرجل هيحاول ان هو يرتب البيت رجعلك برضو باصابة لعبات دوليين رجعين بارهاق شديد جدا هيبدأ هو ينظم الحياة ان هو داخل على فترة فيها ضغط جديد اكيد نبقى واضحين يا محمد مش هينفع تدور العربية سريعا وتطلع مرة واحدة مستحيل لازم تاخد الموضوع واحدة واحدة فمسلا انا بشوف مسلا مباراة شمال جمعة الجاية دي ان شاء الله بالوضع الحالي للنادي الاهل متصدر المجموعة بخمس نقاط من ثلاث مباراة وقراء ينجي افريكا خمس نقاط من اربع مباراة اشوف ان التعادل من الجزائر مكسب كبير جدا هتبقى انت انهية اربع جوالات وانت متصدر بست نقاط ويتبقى لك مبارتين واحدة خارج الارض وواحدة على ارضك طيب الفترة الجاية محتاجة كمان ان هو يبدأ يطاعم المباراة المحلية والصفقات يبقى السبب منها كعمر كمال وان شاء الله بعد يتعافى وسام هيبدأ ان هو هيعدل بعض الامور في التشكيل بتاعه انا بس كنا نتكلم عن عمر كمان عبد الواحي كصفقة مسلا انت جابها جوانا بتاعتك دايما بتعودين بتلعب بمحمد هيني فول باك وبتلعب قدامه بجناح هجومي لو ممكن تلعب بمحمد هيني قدامه عمر كمان عبد الواحي في بعض المباراة انت عايز تقفل فيها بس دا في الدوري في الدوري اه هيبقى في فاصل هنا وهنا اه طبعا في الدوري مش بيكان في افريق ما احنا بنردوا من نفاهم الناس بلا انا عشان عايز تلعباته كتير انا عارب الفترة الجاية فبساطة الديس محتاجة ان هي بقى ترجع يعني تفتكر الوضع اللي كان عليه الفريق قبل الاجندة الدولية ونرجع بقى عشان كمان الفترة الجاية هيبقى فيها اركماتات كتيرة للمعادة الاهلي فالبداية ان شاء الله من بارات الجمعة وان شاء الله دا اهل على اقل تقديل او على اقل تقديل لحق النتيجة ايجابية بيه نتيجة التعادل المصر طيب بشباب بلوزداد في الفترة دي لعب سبع مباراة رسمية في الدوري نعم ما رحش بقى معسقر ولا فترة اعداد ولا لا سبع مباراة ممكن نتايجه ما كانش النتايج اللي تقول لا ده فريق داخل بقوة مية في المية عنده مشاكل تعادل مباراة لعب مباراة قيمة مع مولوجية الجزائر في المقابل لأهلها المباراة والدي الدخلة دي مع استقناف دورة دورة ابطال افريقية تفرق في العامل البدني والاستعداد الفني ولا ما تبقاش بالحسبان شوف طبعا حنتكلم على فريق قرية احنا شوفناه فعلا في مصر هنا وقدمناه في موقف الدور الاول من الموران تهب بالتعادل صفل صفل وشوفنا فريق سابت تكتيكيا قوي دفاعيا اه ما عندهش حاصة هجومية بالشكل اللي احنا ممكن نخاف منها بس فريق واقف في الملعب كويس نوعية الفرق دي يا محمد لما يكون رجليها في الملعب وانت واخد اجازة ومبطل ولعبتك مبعترة زي ما انا ما قلت على كذا منتخب هو يبع عنده افضلية عندك الافضلية عنده ان لعبته بتمارس مباراة رسمية بشكل متواصل انت مأجز وما عندكش الضغط العصبي بتاع المباراة هو شغال فدي نقطة هتخليه في المباراة على ارض وهو كان ما يحتاج المكسب يعني اتنا عبدا كمان شاب الوزداد هو المركز التالت باربع نقاط خلف الاهل بنقطة وخلف ينجي افريكا هو لعب مباراة قلم ينجي افريكا فهو باصس ان هو اذا حقق المكسب في مباراة الجمعة يعني يعدي خطوة كبيرة وياخد الصدارة وبقى مباراتين وانه عنده برضو مباراة على ارض تاليه حسابات هو حساباته ان هو عايز يستغل ان هذا الاهلي بقى له فترة ما بيلعبش طيب الاهلي محتاج ايه الاهلي محتاج في المباراة دي ان هو ما ياخدش الامور بسرعة لازم تاخدها زي ما قلت واحدة واحدة لازم تخش وامتص طبعا اكيد الضغط للعصب الجماهيري اللي بقى معبودة عليك يوم الجمعة فهي مسألة فوجة نظري مباراة حسابات مباراة لسه انت كمان هتخشها وانت يعني بتعاني من عدد كبير من الغيابات والاصابات اللي موجودة عندك الفاني مش يبقى هو مش يده التشكيل امثل بتاعك اكيد ده مش هيحصل فانت محتاج انت تاخد الامور واحدة واحدة وتعرف زي تتعامل مع الوضع بتاع طيب مملاسبة التشكيل امثل انت بتتكلم في غيابات هتتبقى مؤسرة فين بقى اولا حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي خط الوسط بنسبة كبيرة جدا ممكن ديانجة ميكونش مموود في المباراة الاولى نعم لو بتتكلم عن ناحية لوجو مية ردة سليم لسه راجع بس عندك غياب عبدالقادر بقى شهربة العبشة مطشاط حتى لو دخل مع الفريق لسه محتاج شوية مطشاط برستاو برستاو خاص اكيدا اه التوقيت صعب جدا وكريستو وكريستو اللي ظهر فترة اداة كويسة جدا عمل فترة اداة كويسة للأسف هي الاصابات منتشرة في الخطوط كلها وبالتالي انت وعندكش يعني ربما الدفاع هو يعني ثابت شوية ان ما احرصت المرمى طبعا اكيد هيبقى في مهمة كبيرة على كتف مصطفى شوبير ولازم نستدعمه ان برضو احنا في موقف بصراحة هو مالوش زنب فيه اطراري يعني غصبا عنك والموقف ده هيكمل معاك لغاية الفاينل يعني خلاص يا جماعة لازم تعملوا حسابكم ان مصطفى شوبير هو حارس النادي لأهل لغاية ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ان الاهل هتقهل مورد نهائية مالوش بديل فبالتالي انت عايز انت حاول تديره الثقة حاول تديره الدعم ما تضغطوش اكتر ما تضغطوش بشكل كبير عشان هو برضو السن الصغير وتاني هو عشان بس الكلمة دي سعبت داق ناس نقول لأ يا كريم لا احنا ليه نقول على باعشيو تحت عشر سنة في مصر سنه صغير لأ في حراسة المرمى يا جماعة معدل أعمار مختلف عن معدل اللعبة في الملعب احنا في مصر دايما يا محمد طول عمرنا نقول حارس في مصر بيطال قلق لما بيعدد تنمية عشرين سنة الحاضر يبدأ في تنمية عشرين سنة راجع كل حراس مرمى مصر عبر التاريخ كلهم بيوصلوا للبيك بتاعهم الحارس عايز خبرة وعايز ان هو عشان كده حارس المرمى بيكمل لسنوات أكتر من اللعب داخل الملعب وعضيفة كالجا محمد برضو خط الوست في مصر اذا قل لديانج عنده قصابة لسه متحددش بس لسه هنشوف هيغيب ولا مش هغيب كريستو تأكد غيابه بيرستاو تأكد غيابه فانت عندك برضو في الجزء الأمامي عندك كزا مشكلة اه طبعا في أخبق عشب كل أخبار وحشة الأخبار اللي جاية ان مودست في فترة الإعداد دي وموقات الودية كان بيقدم بشكل كويس بس عايزين نقول طبعا أكيد ده حاجة شيء كويس جدا جدا بس أكيد عايزين نترجم ده في الرسمي طب ما تيجي نتنقش في حتة فنية وانا حايف بس معك في الفنية ده مش معنا الصبورة المرة دي يبدأ بمودست ولا كهرباء هو في كل الأحوال في كل الأحوال مباراة زي دي لازم يبدأ بكهرباء بس مودست هيبقى ليه دور في المباراة دي في بعض الأحيان بتحتاجب عندك محطة لعب بس عشان نكون صرحة ترتيب مهاجمين من النادي الأهل في الوقت الحالي في الوقت الحالي وحن نتكلم كده قربوا رقموا واحد لسه بوسام هايخش وانتفرج عليه وعفاك هستايلو حلو قوي يعني الولد ستايل فاكر علي ماهر كابتن علي ماهر وهو بلعب شاف علي ماهر عزقه علي ماهر سبقه علي ماهر المدار جلي التسعينات علي ماهر شافه علي ماهر في الملعب علي ماهر ده كان حاجة ما حصلتش كان مهاجم تول فارح وبيرقص انا كش بفهمه دريبلينج بيجري هدر ممتاز شويت مش ممكن بغاية طبعا ما جات له الاصابة الله يماسيب الخير بقى كان حارس المالي اسمه سيدي بيت كان حارس ماما القناة عمل له اصابة وبعد الاصابة كانت طبعا ماهر ماهر ادلش هارجع تاني بس انا بشوف انه وسام نفس الطول نفس الجسم نفس الستايل اتمنى انه هو يكون عنده بعض من مهارات الكارت نعني مهلا مكان مهاجم صحيح وعاكيد هيخش وهيفيد نزقه. بس في الوقت اللي هيوحي بنتكلم كهرباء رقم واحد. كهرباء رقم واحد. طبعا. وبعد عودة وسام وجود مودست اعتقد ممكن يوظف كهرباء في مركز تاني. هو جيد يا ده كهرباء. انت في نقطة مهمة جدا. اه. لو تاخد بالك في الناحية اللي ميني المرة دي. اي. احمد عبدالقادر لسه راجعة. نعم. ريدا سليم لسه راجعة. اي. اه بيرستاو مصاب. وماتش بلوز دهت ممكن ياخد حد من الشمال يوظفه المين. هو اكيد. حسين طاهر فيه كريم فؤاد. اه. مختلف معك كل ده كل ده اوكي. ده قابل الحدوث. اه. انما كهرباء يتوظف حاليا في نادل اقل في مركز غير مهاجم الصريح مستحيل. الكهرباء مش هيدافع. هو اصل كهرباء هو صغير في السن مع نادي الزمال يكتش بيدافع اصل. مع مضخب مصر. اه. كان ده ما يشتجيه من كهرباء. اه. حياتي ما بلجاش وبيدفع اش. هو صغير. نتكلم من سبع سنين. اه. فقالك بقى الوقت هنخليه دافع مستحيل. وكهرباء هو هي لعب مهاجم صريح. بس يا فكرة يبقى عنده منافسة بقى الوقت. في مودس بيزيد. ودخله وسافة. اهو من ماتش صعب. ماتش بلوز ده ماتش صعب. لان بعدها على طول يوم الجمعة ماتش مديامة الغامي في كماسي برضو ماتش صعب جدا. فنتمني دعو فيه للاهل يا رب فيه انطلاقة مشوار اللي بدأ بعد ما فترة راحة كانت طويلة جدا. ان شاء الله بازن الله. وعلى اقل تقضي بازن يا بازن الله الاهل يدمن الصبارة من بعد يوم ماتش الجمعة ان شاء الله. بازن الله. هنتكلم كتير عن افريقيا الفترة الجاي لان الاهل مش هلعب دوري الا لسه على اخر شهر اتنين. يعني الدور ده قصة كبيرة. كم? اه. انا بتوقع في تمانية. تفتكر انا بقولك اهو. اه. الدوري ده هيخلص نصف شهر سبتمبر الجاي. اللي هو العشرين اربعة وعشرين. تسعة. طب ده كده فترة يا جماعة مش اتخر. شكرا الكريم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.